النهاردة بقى هناخد اهم تلاتة ستيجز بتاع المانجمد. المرة اللي جاي بقى فيه ورقة كبيرة كده هتجد لطولة ضخمة تعملها على حاجة اسمها اللي هي حاجة كبيرة كده. على اساس انها هناخد فيها ستيجز اللي هتخلص لنا المانجمد. النهاردة هنتكلم على تلاتة ستيجز. ده في عمبر اسمه اسمه عشرة عندنا اللي هو تحت مش عارش بطولة لأ اه عمبر عبارة عن سراير والعين ايه اه بتنام على السبير وكلهم شافيه وبعض ما نعرف الكلام ده وده اسمه. ده بتاع ايه بقى? فتح البالي. ده في كلمة تانية يعني ايه بقى حفامة نهاردة? كلمة يوسع. يعني عمق راح يقصر. يبقى اول اللي بيحصل فيه. شكرا. وفتحنا الباب ووسعنا على الاخر. يخرج مين بقى? البيبي. وده بيحصل في اسمه كشت في ولادة عندنا. يا رؤلاء الكشت بنلق العيانة بتنام في الفاتل زي ما حنشوفها. وبتدي اولد البيبي. بعد ولادة البيبي بولد مين رقم ثلاثة? البلاسانتة والميمبرينت. وده بتنسو الميمبرينت. يعني دايما المشيبة بتنزل ومعها الكيز بتاع البيبي. اللي هو ده. قادي. البلاسانتة. وده مين? الميمبرينت. يبقى احنا دلوقتي عمد لنا كام ستيج وفليبر ثلاثة. هنمسك واحد واحد فيه بس بعد ما اخلص من الجدول ده. انا بحفظ كلمة خلاص? احنا خلصنا. تعالوا بقى نشوف بدايته الهايكي. اول ما تقول لك طلقة حقيقي. احنا خدنا المرة اللي فاتت فارق مين? ازا قلت لك طلقة حقيقي بدأت بدايته. نهايته. ايه وفول ايه? بدايته نهاية السكن. يعني العلمة تبقى واسعة الاخيرة اقول كوشك. روح نقلنا على كوشك الولادة. نهايتها خروج البيبي بالكامل. يعني راسه بدايته نهايته نهايته. نهايته. ولادة مين وبتنسوها دايما. دايما تقول لك لاسنت. لا تقول لك لاسنتا اند من بريت. نيجي بقى ديوريشا. البرايمي. بكرية اول مرة تورد في حياتها. بتورد ايه? ببطل. بتاخد راحتها. وحنا عرف ليه النهاردة? ان بتاخد دايما ضعف وقت مين? الماضي. البرايمي هي بتوع بتشتم جزء اثناء الولادة. يعني تبتيج تلاقي واحدة بتشتم كده. اعرف والله ما حضرته تاني. طب والله ما. اه دا ينسى. لو انا هنا. وانا اللي بقى تعب. حتلاق هي دي اسمها برايمي. المالتي بقى بتبقى ولدتها اسرع. حتى البرايمي انا باجي جنبها وهي بتورد ولها المرة جاية في اوفر نص الوقت. ليه? انت في حقيقة اول ولادة اسرع ولادة. تاني ولادة بتبقى اصع. يعني انا جابتك مش حاول. فطلع البرايمي بتاخد من اثناشر لتمنتاشر ساعة. امان المالتي من ستة لتناشر. هتلاقي كتب من عشرة لتمنتاشر. مش فرق. المهم ما هم عندنا ان المالتي من ستة لتناشر عشان يفتكر. والبرايم من اثناشر الى التمنتاشر. هل الرقب ده هايه? يعني بنقعد نولد تمنتاشر ساعة. عارفوك يا الكلام ده ازا انا ستاعة. طبق ربنا. انا بصرع براكب اكسوس وفرق على الكيس وقه. بنعمل بهلوانات عشان اولد بيبي فاسع وقت. انا انا بتكلم على لوحدها تولد خلال كان ساعة. عمال الساكن في الكوشك انتع تولد دمك عياني. البلطي بتاخد من ربع لساعة. من ربع ساعة لساعة. واحدة متعودة داينة. عمال البرايمي بتاخد من ساعة لساعتين. نيجي بقى ثلاثين زي بعض. من عشرة لعشرين ديئة ماكسموم تلاثين ديئة. ازا زادت على نص ساعة ده موضوع اسمه لتين. يبقى ازا زادت على نص ساعة الاتنين زي بعض. عايز اعرف ايه اهم السبب للتلاثة ستاجة. هو ده. قلنا ما قلناش ما قلناش معناها معناها فاك نما قلت لك الجزء الفؤاني بيكونتراكت فاشد على يوسع ميني? بعد كده القوة تقصر تخرج خلاص? ناخد بقى اول اللي هو الفلسط. طبعا اسخف واحد الساكن. يعني ده اللي حيتسمع. الفلسط لا. اللي معاه المذكرة مكتوب الفلسط التاعيه وايه? هتتقدروا بقى تكتبوا معي بقى شوية اسلة شاكل. في منتجة المين. ده لازم تكون قاعد في اسم عشر اللي هو الحوادس. وفي حفص تعيين عشان بتعرف اقول الكلام اللي انا هقوله ده. انا عايز اعرف يعني ايه طب يعني ايه الفلسط. طب امت اقول فلسط. طيب اه اقيسه بايه? فتتعالوا بقى مع بعض كده وانا حكتب معك وهو. دي لاتيشن اند الفلسط. معنا نرجع ليه المذكرة تاني. ودي اسمها بالعربي. ده وسع. ده قصر. نقول اول حاجة. ما معنى كلمة دلاتيشن. دي بقى في المنتجة الامية شاكل. اخيانه ده قص وفي ايه? يبقى فيه كام. فيه فتحة داخلية. مين الاهم عند ربينا? دي ولا ليه? افاك 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 افاك. دي كده يعني اذا انا اتخصت عيالة ولا ايه تكسبلي قص مفتوحة ولا لايه قيمة. يعني مين بيمين؟ يبقى التاقيه ده معنى عنان يقص. عشان كده من يقولك بايها لتشن يعنيه. كنال. كده فهمت يعني ايه دلتش? تعالى بقى الفاسمينت. الهدية دي? الهدية دي عنق رحم. خلاص? وده اللور يترايسين. امش ده هنا رحم؟ وقالت تاكينغ قبل يبتدي تشتت. ده حقيق؟ يعني بتشتت علي نور. وفي نور تشتت. تلاقي باتاعت السرجل تدخل في نور ترايب. وقالت بتاكينغ قبل تاكينغ أب والايس عبر التاكينغ باتاكينغ اياه؟ يعني اياه 2.5 بعد شواه؟ 2 بعد شوه؟ بجايب ما بتبقى عمل زي ده. بالضبط الفودي ده. اللي بالصابعة عنك. يعني قصد اقول بيقولوا ان الصباح الواحد حوالي اتنظر بيقولوا ان الصباح الواحد اتنظر بيقولوا ان الصباح الواحد حوالي اتنين سنتي طبعا انت بص على صوابه فيه صوابه رفاية ميدة مش محصالة سنتي اتنظر وفيه صوابه مخينة جدا فانتقولك الابرج ده من الصباح كم سنتي اتنين فانا دلوقتي نفترض ضفحة سعيانك الشكدة لأي انت الصباحين ام كم سنتي اربع فيه اماكن تقول بالفنجر احنا الاصلعين الوحيد في العالم اللي بيعمل بالفنجر يعني ما انتوا فضوحين ببرا انا بديجي نولد اجي اقولك العالم دي كم صباح وح الاصلعين دايما معروف بالصوابع عمال ده بقيت الكليات عن شمس بقى والازهر كله بالصباح وده بقى صح لان صوابع مختلف عن زميلة بس احنا ماشيين بالفنجر يقولك سبعين اا تلاتة طب احسها ازاي يعني كده صباح كده سبعين امال تلاتة ايه كده واربع ايه ده هم سبعين وبوسع يعني ايه كده سبعين كده تلاتة كده اربعة يعني ما حس ان بقي صوابعي صوابعي يعني انا بعمل كدهو فنجر سريت فنجر يبقى انا بعرفه بالصور امرش يعني لك العام دي سبعينة العام دي ايه تلاتة تعال اذا كان سنتيني ستة طبعا الاضبط في الكيسس يعني يقولك العام دي سكس سمتيمتر لك سمتيمتر هو ده بالنسبة ليه ابتالد ايه اعمال الافيسي اللي بتقسمي ايه من بير سنتيج يعني ايه واقولك كم في المية ايفيزت يعني كم في المية ايه قسم نعملها كده بالاسم الاول وبعد تقول لك ازاي تفحصها هاوريكو فيديو انا نصوره ازاي تفحص عيانة و ايه كمان طول السيرفايكال كانت اللي هو طولها الكامل اتنين ونصف سنتي ارسم دي ونرجع قادي عنق الرقم بتاع العيان وليكن اتنين ونصف سنتي اللي هو وان انش وده اللي هو ودي راس اللي ايه اول حاجة ليحصل بزء يختفي ده يختفي اهو محفين كده بقى كام سنتي اتنين يقول لك دي يعني عشرين في المية قصر ايه يهد الدقة عم حاولك دلوقتي تلاقي الرأس اللي ابتدت ايه تنزل شوية شوية هيبقى سنتي ونصف شيني اهو كل ده بيقصر بيتاخد فقالي سيجمنت في اللور بتشفت فتلاقي الفني برضو شوية شوية يروح نزل لك اهو يقول لك فورتي برسنت ايه لو اطلقت 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 متى اما يبقى عامل زوالت الصجارة كده خير راسك فيه بلابس عليها طلع ايه اسم بتعمل ازاي نكتبوا كده في الجدول لو نطلقوا كامل اتنين ونصف اما يبقى اتنين اقول ايه اما يبقى صنطي ونصف اما يبقى صنطي اما يبقى نصف اما يبقى مفيش خالص لايه زيلو دي حانوها ده ازاي اتنين ونصف دي اسمها فورمد يعني فورمد بحالة يعني ما اجابها صعيانة ولا اتنين ونصف مفيش ولا حاجة ايفز اسمها فورمد فورمد يعني حالة ما تصيرش منه حالة اما يوصل اتنين اقول تونتي برسنت ايفز صنطي ونصف فورتي برسنت ايفز صنطي سكستي ايتي موان هاندرد برسنت دي مش موجودة اصلا كده طوال مواندر دي مش موجودة مواندر يعني مش تحسوا انا قولك بحسوا عامل زوالة ايه صجارة زي الفود اللي بجي دي كده بالظبط هنعرف امت هنقول مية في المية دي مجازة يعني الزجان في الامتحان ستين في المية افز زي ببطوله كامل صبت خلاص بقى يا بنا عرفتها ما انت بيجي لك في الكيس يقولك العاند دي ات فورتي برسنت العاند دي ات سكستي برسنت العاند دي تونتي برسنت تعرف طب نفتك بحي بقولك تونتي فايف طب تستعبرت وايه صباحة ده انت كويس او يعرف انها تونتي يعني ده بنعرفه ازاي بالخبرة انا بجيب الناي بقوله بص كده انا حايت ستول الكرام توينتي برسنت دفعز نروح اقيل ايه خلاص نروح عامل العلم على اسباع فترمان بعد كده بعد كده بتيجي بالايه ؟ يعني زي بضخط انت بتيجت اس دكت عياني بقول مية وعشرين على تمانين لقى ات واحدة يقولك مية وطمنطرش ونص ايه يا اعنالك ماذا يا كده اكيد في حاجة غلط فعشان كده مفيش حاجة اسمها كده يعني لقيتها يعني قصد أقول هي دي الأرقام اللي بتوكيتها. مش حاجة اسمها بقى. عمرها محتى كده في الكيس. طيب عكس دي. يعني عكس دي قولنا. عمال عكس دي. يعني عكس دي قولنا. يعني مولك عيانة دي قولنا. يعني مولك عيانة دي قولنا. يعني معنى طوله كامل. مقفور. نيجي الأخر حاجة بقى انت اقول كلمة. وامت اقول ايه? لابد خلق كوشك. حت يعرف امتة مفيش حاجة اسمها عشرة سانتي. عارفتها السبعة مش بارجل. ها? انت تلفه اولا وتشوف عشرة سانتي. هوريك بقى يعني ايه ده فولي دايليكت. اهي. ده فولي دايليكت. كده اهو. ده سمه فولي دايليكت. يعني ايه? مش لايه عنق رحم قدامي. يعني انا نايم على طرق ولا يمين ولا شمال ولا تحت يا بداية. يبقى انت اقول كلمة فولي. مش هتقولي عشرة سانتي. فيش حاجة اسمها كده. عن رسومات او عشرة سانتي. بس ايه حقيقتها. انا مش لايه عنق رحم اصلا. طب كده. اسمي ايه? ايه دي? فميسمونه. دي برضو مش فولي دايليكت. امت اقول كلمة فولي. مش لايه عنق رحم قدام. يعني انا بفحص عينا كده بس. مفيش لايه قدام ولا 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 يبقى نكتب يعني ايه فولي دايليكت. تقول له. وين اي كانت اه? ايدنتيفاي مين? سارت. طب انت اقول فولي افزد. وهنامك بعد كده ازاي تفحص. فولي افزد بقى. تخيله دي اللي هو وده عنق رحم. اهي. از البيبي هو كده. الشكل ده عنق رحم. شايفينه الفول ده? انا بتاع عنق رحم. يعني ايه? يعني حلاقي اللي تتنسى دا يا حلاقي واحدة. يعني عنق رحم طوله اد مين بالظافة. اللي هو اللي تقول بتاعهم واحد. دي اسمها فولي افزد. يبقى ما تقولش مياه في المانية. يبقى. تبت ماشي دي بتحت راسي بيبي. هتلاقي الدولة تقضي بعض بتقول عليها كلمة فولي افزد. يبقى فولي افزد اهوة. اسئلة في منتهى الاهمية. هيعرف منك انت دخلت تحقيق اسم عشرة لك. معينة عمرك ما هتتعلم. لذا قعدت شرطين والله ما هتتعرف افزد رحمة. ها? هي الموضوع محتاج تريني احساسي. انا بقول لك دولاتي ازاي تحتفظ. تعالوا نشوف كده. ازي راس البيبي. وازي عنق رحمة. وده هخليه عهد عليك دولاتي تحسوه يعني تنسكه في اديك كده وتشوفه. ده مقفولة ببا. مفورمد يعني. محاله اتنين منص سنتر شافت طوله ادي؟ تعالى اللي بعض. ده عنق رحمة. ده كونسسنس التاع بزهر. انت بتجي ترحص بتدخل صبعين ايه بقى ايه؟ اربعة ما احنا قلنا. حوالي اتنين سنتر. بعد كده بتطلع الصبع برا وتحسوه طول الصبع كده كانت شافين؟ ايه دي. لقيته تخابط في اديه حوالي. ده هتشوفها ده؟ حوالي اتنين بقى. ده جميل ده. ده ايه ده؟ اربع صواب عشان كده. ده كده اربع. وتعمل كده ما اعمل كده. حلاقه ده حوالي اتنين بقى ده كامل. اتنين بقى اتنين بقى. بنعمل في ايه؟ بندخلها الكشف واعمل كده بصباعة. ازا حلاقه. عمي كده بيحصل. وروح مولد البيب. يعني ازا لقيته على رم حتى ما تجلس محك كده في الحوالي. العانة دي على رم يعني على رم. رم قدام رم في الجام رم. المهم الريم ده ممكن ازا حلاقه صارع بجل كده وروح منازل راس البيب. ده هفراجع الفيديو واراجع الاسئلة. ده بتاع بس اللي ورا مش شايف. ده نسميه ايه؟ ده كلوز. وايه؟ وفورمت. فورمت دي عم طويل. اللي بعده. ده كام صباح؟ اتنين. اللي هو احنا قلنا 20% افل. عاديهم عليك. البوقت ستعطح سر. ده كام صباحة؟ اربعة. اربعة. وكان في المية افل شايف دي حط سباعين كده؟ حس دول العلق راحل. ده بيسمونه كام؟ اتي فرسلت. اعمال ده ايه ده؟ فولي يعني مش حاسي صورة بالرحم لقدامه ولا وره ولا يمين ولا شمال. ناخد دول يلا. ويمشوا بدون صوت. خلاص. فضالي. ده كلوز. ده ده فور فينجر ده فور فينجر. نعم مش فولي. نعم فولي ده لازم يبقى اكتر من كده انا عشان كده بشنته يبقى فولي يعني وانس الناس بقى نتكلام. تعالوا بقى نشوف الاسئلة التانية. يعني ايه ده اللي تشف؟ كنات. ده بيتأزمل صمت اول فينجر. ده بيتأزمل برسنتج وقلناها. طيب عمان قولك عكس دا حتقول ايه؟ انت اقول فول ديالاتيشن. انت اقول فول إفافة. تحرر بقى ما بقولك في القصة هاين بنقول فينجر. احنا ما تعودين على فينجر. فولي ما فيش. فولي ما فيش. ما يتقلش كام فينجر. اصح هتقول ايه خامس صوابع ايه خامس صوابع. اصح خامس صوابع يازم يكون فوق والدمين. هو مش لاقيه اول كلمت. فولي ده عليها. ننجع بقى ليه؟ المزكرة بتاعتنا. ايه? عشان ادخل في اهم استيج. لها الساكن. ايه سبب? ايه وايه? هنستخدم? ايه? عكتب اسمها ايه. لما عنق الرحم ما بستحملش ايه? كان استحمل حال. استحمل قط. بس ما استحملش ايه? مش زي عنق الرحم يوصل عشرة سنطي ولا انا عشرة. مش حاجة انجنن. راح اقاله اصلا ربنا بيعمل في عنق الرحم بيسمو اسمو رايبين بطازن. ربنا بيشيل منه الفايبراستيشو اللي هو. دايما عنق الرحم كام في المية الفايبراستيشو قلنا قد كده؟ تميل تسين في المية. فورم. مش هكده يكمل الحمل وغاية الاخر. اول ويقرب بقى الولادة تلاقي ربنا خاد منه الفايبراستيشو. حط فيه مياه اديمة. زود فاسكولار. تلاقيه طاري جدا. خب؟ فما تيجي تنسيكو. تلاقيه بيوسع معاك. يعني مش اي عرق رحمة بيحصله في السيستيج لازم يكون ايه؟ سابق. طب تفتكي البرايب. بيحصل الضالاتيشا الاول ولا الفايبراستيشو. عمال المالتي بيحصل الضالاتيشا الاول ولا؟ بص. البرايبراستيشو. ديت اول مرة تولد في حاجة. عرق رحمة تحطو ايه كده؟ مقفونا. تقول لك انا حقيفاسي الاول. يعني ايه اقصر. 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 فبحقيق. اوعى تقيم عينا برايمي انها وسع. دايما انا ما يجي بلايب يقعد جنب العينا جبتصر جبت الفين اقوله ايه. كام افازي. انا عادي في الامش هتوسع. توقفو شوية يقصر. يقصر. اول مقاره بقى تمانين في المية افازي يبتدي ايه بقى? عشان كده بتلاقيه صاروخ بعد كده. طلع ان بيحصل افازيز. افازي من ثم عمال المالتين متعودة دايما. خلا؟ فبيحصل سيبالتينيس يعني ايه طيب. عشان كده بقى ان المالتين بتاخد دوص وقت. يبقى بقى تقول لي دليلك. قوله حالك دي بتتعمل تو ستيجي. افازي من ثم لا. او مالتينيس. نيجي بقى الكيرف ده. الكيرف ده في منتهى القمية عشان الكاسل. اسم الكيرف ده فريد مان. اسمه سيجمويد عشان هالحرف ايه ده? اس. اسمه سيرفايكو جرام. ده بشو كتاب الاسم. كان الدكتور صرحة الله رحمه كان ماسك باني سويف. طب باني سويف. هو صعب جدا بصراحة. ممو الراجل ده جاب في الانتحان سيرفايكو جرام. كلمة جرام في الولادة يعني جاب سؤال في القبستاتل. جرام? اعرف انه اسم بياني. عمال جرام في النسا. حان دي يعرف اعنا ايه? يعني اقولك هسترو سالبينجو جرام. دايو اكسرين. عمطور. يعني بقول لها جرام في الولادة غير بقول لها جرام في الاسم. جرام في الولادة رسم بياني يوضح لي السيرفايكو الايه ده? ده رت ايش فالطلبة حاول اتفكر. ايه السيرفايكو الايه ده? طبع فيه ناس كتب من ده. وفيه ناس ما عملتوش. سيرفايكو جرام يعني رسم بياني يعرفك السيرفايكو الثلاثيش. الرسم دي عبارة عن ايه. ده عبارة عن هنا. الفات يكلم دي سيرفايكو الايه ده? بالسانتي. اللي بالعرض ده. يعني هتوسع في وقت قديم. اول واحد عشان ارسنه كويس بعمل المستطيل ده كده. عند اربعة ايه ده? سانتي. في خلال كمسة ساعة مكتوب? تمان ساعة. علينا ويسع في اربعة سانتي في تمان ساعات. ايه? ايه المده ده? ده اسمه ليتن فيز. ليتن يعني ايه? بطيء ممل. تسخين العربية اللي قلنا عليه. انت ما بتيجي تذكر العربية القديمة الجداد لا انا بقولك القديمة الازم تقعد ايه? تسخن كده عوال عشان ده كوكو كم طبق. هو ده. ده اسمه التسخين. الانطلاق ده بروستاجلان ده. ده بنزين. طلع ان الفيز ده اسمه ليتن فيز. ما بدخلاش الاصل عين. الاصل عين انا بدخلها بعدها بتعدي كم سانتي? اربعة. عشان كده ده من يجيب لك الكيسس اضاف فور سانتيمتر. طلع بعد اربعة سانتي بتتقسم كزا السيج. تخيل بقى بتوسع ستة سانتي في كم ساعة كم? في ستة. يعني من التمالي الاربعتاشر كم? عينها بتوسع بسرعة غريبة جدا. طلع ان فيه تلاتة ببطيء ويسرع. اسمها بعد كده سرع 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 قوي. اسمها بعد كده يبطأ يبطأ. يبطأ تلاتة مراحل. انا ما يمينيش الاسماء دي. انا يميني البرايمي بتوسع دي والمونتي بتوسع دي عشان كيسس. طلع ان البرايمي بتوسع سانتي في الساعة. او مال المونتي سانتي ونص عشان كده بتخلص ايه? اسرع. جالك حالة بيقول لك عينة فهصتها دلوقتي لقيتها اربع سوار او سرع اربع سانتي. يبطأ دي عدد او لا 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 تفادي. عدد. طب بعد كده هو بعد ساعتين لقيتها اربع سانتي ونص. او ده اسمه ايه بقى? كمتين يا عزيب? يبقى انا اعرف في الساكند ستش توجه انا صوري اللي هو الا اكتب. اعرف ازاي المطول اذا اخرت عن كان في سانتي. عمار ازا قل عن كان في المونتي سانتي ونص. يعني جات لعياني النهاردة لقيتها ستة سانتي دفعني فيز. اكتب. اول معد اربع اللي بد اكتب. ها? هتيجي يقول لك بعد ساعتين العينة دي سانتي ولقيتها سبع سانتي. لا احنا قلنا كل ساعة ايه? يبقى العينة ديت عند ايه? طب ازا لقيتها نفسها انا. يعني سانتي سانتي يعني لقيتها اربع 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 اربع. دي ادي. ده اسمه ارست. يبقى عندنا حاجتين لقيمة لقيمة ارست. يبقى احنا عندنا الوقت الارقام دي مهم عشان الكاسم. سانتي في الساعة في البرايمي سانتي ونص في البرايميل في سانتي والنص في المالتس. سؤال دي. Avec الكلفة بتاع مي. مالتسار ولا ليه? عشمع نده بتاع البرايميل? البرايميل بتاخد وقت اقدي ايه في الفلس اجيب? دي معدد كانت. 12 ساعة. في من? البرايميل. ci يعني التاخد وقت. طالع الكلف ده ليه بتعمل في البرايميل بارة. عندنا على فكرة هنا في مصر الدكتور هو لدي هولت. بارة دا هيج COME هنا عندنا مشكلة هناك بيعملونهم كارف والداية التالي تمشي على كارف اذا لقيته اتأخرت توديها على المستشفى عشان تولد ايه قايصالي يعني الداية هاي اللي بتولد فبتمشي على كارف له يعني الكارف ده معقول لمين للداية متوع البرايمين الماضي دي ويزت قبل كده هعمل لها كارف تاني ليه فاهم فاحنا دايما بنعمل دايما الكارف ده مين للبرايمين يبقى نفرد من كارف الارقام فوق كارف اربعة سنتين بتوسع كارف سنتين سنتي البرايمي في الساعة سنتي بتوسع كام المالتي سنتين رسو نيجي بقى الاهم ستيج لا لا هتاخده هتاخدينه بقى في البرونجد لابل لابل البرايمي ممكن لغاية اشين ساعة في ايه في الليتن فاسة اذا طولت على كده بيسميه المالتي اخرها اربعتاشر ساعة اذا زادت عنها يسميها يبقى في المالتي فوق اربعتاشر في الفوق عشرين اما اهم فاسم يجيلك في الامتحاملين الاكتب هو ما بيحبوش الليتر سليتر هتعمل ايه ما تتخلق انا اعمل حاجة عندي من اول اربعة سنتي لابل كامل عشر تعالوا بقى نشوف اهم ستيج عندنا النهاردة وربنا نستر عيده اكتر من مرة يعني مش هيسمع يبقى فيه حاجة يروح نتعالج يعني انا حقول اول اشراح اجي عالتانية راجع دولة اجي عالتالتة راجع دولة والتانية يعني اول مرة هتتعمل سبع مرات فزا انتا بقلتهمش زي ما انا حقولهم هتروح تتعالج خلاب فتعالوا بقى نركز مع بعض خطوات الولادة نشوف كده سبع يعني ايه اللي حصل يعني لازم تفاجئني كل يوم تحسس اني في حاجة اقصر تعالوا كده نشوف الخطوات نحن نتكلم عن انهي اولادة بقى ان الباك قدامه ناحية الشمال مش دار كان الفرس اللي هو كان اسمه ايه 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 خطوات الولادة سبعة وانتفرج عليهم في الاخر اول خطوة يعني بينزي بعد كده بيعدني ايه اللي تسمع تاني ايه بقى دسام ثم بعد كده قلنا اخناقه بين التحول والعروسة العروسة بتقول لي التحول ده انا عايز حتة واسع عم دوارة عشان الاف فيها اللي ها عندي اللي هو مين كامتي قطره كان عشان ونص قال لها انا عندي بس انا عايز الكورة وتميسيني في نقطة بتقولك فس كده اا اا اول معمل بتجيب تسع ونص تسع ونص كده كده كورة تسمع ذاتكس تانى واحد بعدكده شرط الحور قدام الشدقة فيل تقاني انتنا لوتيش التانوي� Emma مش國 الحول بعد كده بيخرج من تحت بحركة شاهدنا اهيه? طبعه كانوا سكينة طبعه بعد كده انا لفيت جزء جوه حاعد ليه بايه? بعد الراسي مش حضر كده بدل حالة ها? بعد كده باسوه فيها نخلص بالشولدر. الشولدر الانتيلر بيزبط تحت ده مش رفته لايك. واحد يقول لي رفته. ده انتيلر شولدر نحت مين? عمال الوالب ايه? طلع الانتيلر بيزبط. عارف ليه? عشان يولد من شفت ظهره? بصير. ثم انتيلر. ثم جسم الزحل. يعني ما اسألت اني شولدر بتولد الابو? البصير. خير? ان الانتيلر جزء بيجي تحت سر. طب ليه ربنا ما عملش كده على طول? شاف لقابته? الله يرحمه. فربنا بيعمل بينزل حتة بالانتيلر تزبط هلجي يعني تزبط عمزة مفصلة. تحت تولد الانتيلر ثم انتيلر ثم الجسم. ده اللي هو بالنسبة ليه الخطوات. يقول له تاني بعد نمسك واحد واحد. واحد يستنى عدى. شرط الخور. نف. هليخرج. يعدل. فيها. الانتيلر يولد. وسطينه ثم يتزحف. السؤال هو شو ده بدخل في ازاي? تخيل رأسك انت. مش رأسك كده مش ده اطول? والشو ده اهو? عكس ولا لا. يعني زي انا دخلت في او 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 كي بده هيدخل فين? في العكس اهو. الراس دخلت هنا. يبقى الشو ده هيدخل فين? عكسه. يبقى ما نسألك بقى تعالى نقرأ الشوردر ونخلص منك اهو. اهو. اه دي الشوردر. قلات الشوردر. زي الشوردر. زي الشوردر. زي الشوردر. يعني اذا الراس دخلت في الاوبليك ده يبقى الشوردر هيدخل في الاوبليك. العكسي. بعد كده هيقول لك الانتيلر والشوردر بحالفهمها بعد شوية. بيلف كم طنة? احنا عرف الطنة ده. يزبط تحت عضب اسمعية. مين اللي هيزهر منه حتى?